بسبب العمق الروحي بسبب الظلمة اللي إبليس بحطها على أعين الناس بتعودش تستوعب بتعودش تشوف بتعودش تفهم فمحتاجين معجزة شفاء لتجديد الذهن ولشفاء الفكر ولفتح العيون لأن اليوم عم بيشوفوا الحق باطل والباطل حق عم بيشوفوا النور ظلمة والظلمة نور نحن في الشرق الأوسط غامسين في موضوع الدين لدرجة أنه عمان لألاف سنين والغرب أحبائي عم بحط الله على جنب وعم مندفع الثمن الكبير حتى الأمور الشازة صارت تعتبر قانونية مشرعة وأن هذا الشيء الطبيعي والأغرب أنه الديانات الثانية غير المسيحية بتتحد مع هذه الأنظمة طبعاً هن عندهم أجندة أنه عشان يعني يكونوا في الحكم لكن أستغرب أنه الكذب يستخدم كأداة أو كآلة حتى تصل الهدف تبعك فأنت عارف أنه مثلاً بالشرق الأوسط فيه أشياء ممنوعة إزاي أنت بتوافق وبتندخب مثلاً أشخاص اللي عارفهم هن هاي الأشخاص ضد نظامك تستخدم القوانين على أساس أنك أنت تركب على السحابة أو تركب على أكتاف هؤلاء الناس تصل للهدف اللي أنت بدي إياك إلهنا حي إلهنا موجود إلهنا يرى يرى كل شيء وأنا عاوز أقولك إذا أنت بتجازف أو بتغامر في هذا الأمر بحب أذكرك أنه الرب موجود الرب حي وبتعرفوا لهذا السبب بتضلها المجتمعات عايشة في فقر ببقص في شقاء ناس قليلة بتعيش على كتاف كل الأمة لأنه مش عاوز تتغير وهذا التغيير أحبائي من خلال يسوع وأقولها بكل جرأة طيب اقرأ تعليم يسوع المسيح اقرأ العزة على الجبل تعليم يسوع اللي بيتكلم فيها عن المحبة والسلام والفرح وبيتكلم عن عدم الانتقام وتقديم الشخص الآخر في الكرامة وعلم عن القانون الذهبة أنه كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم هكذا افعلوا أنتم أيضا به يعني حط الأمر بشكل إيجابي أنت خذ هذه الخطوة وإعمل شيء في المجتمع وأنا أدعو المسيحيين اطلع من القوقعة بتاعتك اطلع من الخوف اطلع من الدوام اللي أنت عاش فيها اطلع من فكرة أنك أنت عندك شوية أرقام شوية عدد عم بتحافظ عليه طب الرسل كيف انتشره والكنيسة كيف انتشرت أيوة فعلا نعم نعم ناس ماتت من أجل المسيح لأنه قالت لا للغلط ونعم للحق في هذه الأيام فأنا بصلي أن الكنيسة تستيقظ ومتى استيقظت الكنيسة ستغير العالم وعلى فكرة أنا شخص إيجابي مش سلبي أنا مش من النوع اللي بتبعي لنبوات الدمار والهلاك وكل هالأشياء أنا أؤمن أن الكنيسة لها عمل عظيم وأنا أؤمن فعلا رح يكون في اضطهاد لكن بالنسبة للكنيسة هذا شيء عاد وطبيعي مش مشكلة لكن أنا أؤمن إذا الكنيسة تشددت وإذا الكنيسة نهضت العالم كله رح يتغير لأنه أصلا ما في نظام يضاهي نظام المسيح ما في تعليم بيتفوق على تعليم المسيح ما في مصداقية لأي كتاب أكثر من الكتاب المقدس إصحى انتبه عندك شخصية يسوع عندك الكتاب المقدس اللي بترفعك أنك تتكلم وتفتخر بهذا الشخص العظيم الفذ الفريد يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر